أسعد الله أوقاتكم بكل خير أهلاً وسهلاً بكم برفقة كتاب جديد اليوم الكتاب رح يكون مختلف ربما عن المعتاد لأنه اليوم بنختار الحديث عن رواية فهي الرواية الأولى للكاتبة الإنجليزية ومن ترجمة المترجمة هدى فضل والصادرة عن دار العربي في عام 2019 المختلف في هذا الرواية بالنسبة لأنا شخصياً أنه لطالما كنت أنظر للروايات بطريقة مختلفة بمعنى أنه من المستحيل جداً أنه أؤمن أنه في رواية مباشرة ممكن تعجبني أو تسحرني بطريقة أو بأخرى وكن دائماً أجد أنه الأدب شيء والمباشرة شيء آخر تماماً هذه الرواية هي في منتهى المباشرة رواية بدون أي ألاعيب سردية رواية تذهب إلى قعر الحياة بل أنه من أول مفتتح هذه الرواية نجد أنها تحتوي على طلبات للمنزل يعني لست بأغراض اللي لازم تنجاب إلى البيت هذه الرواية بمجرد أن خلصتها ورغم أنه رواية مباشرة تماماً أول شيء فكرت فيه أنه فعلاً أروح أحضن أولادي كان شعور غريب جداً وحسيت أني أريد أقترح عليهم البقاء وقت مشترك أطول أو نقترح نعمل برامج مشتركة مع أولادي لأنه هذه الرواية اللي هي لا تعدو أن تكون رسائل وهنا المفاجأة بالمناسبة هذه الرواية اللي تعتبر الرواية الأولى لأليس كوبرز هذه الرواية ترجمت إلى 29 لغة من مختلف لغات العالم ورشحت إلى 9 جوائز رغم أنه عمل جداً بسيط يعني ما في أي ويمكن أنه الأشياء اللي ما فيه هي اللي تخليه أصعب في الوصول يعني رواية هي عبارة عن رسائل وهذه كانت بالنسبة لمفاجأة لدرجة أنه الصفحات هي ليست صفحات بيضاء صفحات مصطرة يعني أنت تفتح على هذا الرسائل وفعلاً تجد الورقة المصطرة ورقة الرسائل تجد الرسائل الأولى اللي تبعثها البنت كلير لأمها هي أنه تخبرها أنه العشاء كان بارد أم وبنتها اختيار أيضاً العلاقة بالنسبة لوحدة من يمكن أقوى العلاقات الإنسانية اللي ممكن تنشأ بين أم وبنتها ولكن الحياة تماماً معطلة الأم الطبيبة اللي تعمل على توليد النساء اللي تقضي ساعات طويلة من الليل في المستشفى أمام عدد لا نهائي من المواليد الذين يحضرون إلى الحياة عندها متسع من الوقت لبنتها وهذه البنت المراهقة في غمرة الصداقات والأصدقاء والحياة ما عندها وقت لأمها القاسم المشترك بينهم هو بيتر اللي هو أرنب كل وحدة تترك رسالتها تسألها هل أطعمتي الأرنب ولا ما أطعمتيه علاقة بقدر ما تراوينا وجه مخيف للحياة متى تتوتر هذه الرواية؟ ومتى تصل إلى ذروتها اللحظة اللي نكتشف فيها أن الأم تمرض الأم تصاب بسرطان وعندها تختلف الرسائل وتختلف نبرة الرسائل وصير هناك في تحول غريب في هذه الرسائل المتروكة على باب الثلاجة هذا التحول اللي متى نشعر فيه في اللحظة التي ينتهي الوقت أو ينفى من بين أيدينا الوقت وإذا كان في شيء تمنته كلير آنذاك هو أن يعود الوقت لتقضيه مع أمها كما ينبغي لأنه تشعر أنها ما عاشت مع أمها لحياة لطالما كانت مجمدة على باب الثلاجة رواية غريبة جدا لا تعد أن تكون رسائل ولكنها ترين فداحة الوقت الذي يركب من بين أيدينا بسرعة فائقة جدا ولا نستطيع اقتناص أتمنى أن يكون هذا العرض لهذه الرواية التي ممكن تنهيها بالمناسبة في ساعة أو في جلسة واحدة فقط وترافق كل هذه التوترات الموجودة في حياة لأم وابنتها وتشتبك مع مصيرهما المشترك وأن تتعرف على أسرارهما وعلاقاتهما وكثير من الأشياء فقط من خلال هذه الرسائل الرسالة الأخيرة التي تتركها كلير لأمها مؤثرة للغاية ولكنني أترك لكم المتسع لقراءة هذا الكتاب الجميل وإلى لقاء آخر مع أعمال الأخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر